السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية جماعة اليوم راح نتكلم معاكم إن شاء الله عن طريقة الجيل بريك حق الفيرجين 4.2.1 تقريبا حق أغلب الأجهزة لأن الجيل بريك 3GS والآيباد والآيبود 4G أول شيء قبل أن نسوي الجيل بريك قبل أن نتكلم عن أي شيء قبل أن نفتح موقع الموقع هو جيل بريك وزرد الموقع عنوانه جيل بريك داش مي دوت انفو الحلو بالموقع هذا يبين لك إذا جهازك تقدر تسوي لجيل بريك أو ما تقدر تسوي لجيل بريك طبعا مثل ما احنا شايفين راح تطلع الصفحة هذه اللي حاب يغيرها ويحطها باللغة العربية ممكن يضغط على اللغة هنا يختار Arabic وتغير معه في عندنا أول شيء نوع الجهاز نختار آيفون، آيفود، آيباد، أبل تيفي راح نختار الآيفون كتست الموديل راح نختار 3GS، 3G، 2G طبعا الموقع هذا يبين لنا هالجهازي أقدر أسوي لجيل بريك أو لا قبل لا أن أدخل بعالم جيل بريك أو أن أسوي جيل بريك فيه أو لا بعدين راح أختار الـ Operating System اللي أنا أشغال عليه اللي هو 4.2.6 طبعا حق الايباد 4.1 4.2.1 4.1.0 4.0.2 أي Virgin من الموجودين في الآيكون هني يبين لي وين أدخل عشان أعرف الـ Operating System أو الـ IOS ما للـ Virgin وين ألقاه طبعا مثل ما احنا شايفين راح ندخل على Settings General About والـ Virgin نشوف 4.2.1 الـ Baseband نفس الشي General About Modem Firmware راح يكون آخر اختيار موجود شوف شنو الرقم هل راح يكون 3.10 أو 1.59 أو Unlocked Unlocked اللي هو Officially Unlocked اللي تكون شاريه أي كارير يركب عليه نختار Unlocked الـ Platform الـ Environment اللي قاعد نشتغل عليه Windows, Mac, Linux فنختار Windows مثلا Check your device Okay Yes Your iPhone is jailbreakable Available jailbreak software Green poison RC5 Red snow 0.9 0.6 B6 هنا Unlockable حق الناس اللي جهازه مقفول راح يكون في عندك هني طالع لك Your iPhone is factory unlocked فما في مشكلة عندك في ناس راح يطلع لهم Unlock مثلا خلونا نرجع ونشوف خلونا نختار iPhone Model 4 iOS 4.2.1 Baseband 3.10 Platform Windows خلونا نختار Windows Check your device Yes Your iPhone is jailbreakable Unlock Sorry But your phone is not unlockable at this moment يعني ممكن تسوي الا jailbreak بس ما راح يفتح معاك على ولا شبكة لأن ما في Unlock حق الجهاز فحركة حلوة انك تعرف بعد ما تعرف من وين ممكن تضغط على Green Poison راح يدخلك على صفحة Green Poison تختار شلو نوع الجهاز اللي عندك Mac, Linux, Windows نزل البرنامج طبعا حينها راح نسولك هم على الماك لانا قاعد استخدمه راح يكون هذا البرنامج Green Poison أول شي بعد ما نفتح البرنامج نوصل الايفون بالكمبيوتر بعدين نضغط على كلمة Jail Break في البداية قبلها Get Ready To Start أول شي راح نضغط على Sleep Button اللي هي راح تكون Fold لمدة ثلاث ثواني طبعا بعد ما نضغط Jail Break الصورة راح تتغير ويطلع لي عداد يمشي كل كلام راح يصير بال Bold فراح تتغير الصورة في البداية أول شي اللي يبي يستخدم Green Poison أو Jail Break هذا ما يكون قاعد يستخدم 4.2.1 Clean يمسوي لـ Update وممسوي فيه شي يقدر يسوي او انه اللي يمسوي مثلا اذا كان على 4.1 أو 4.0 أو 4.2 0.1 بس ال Jail Break ما لا يكون Untether ممكن انه يسوي Clean Fresh انه يرد يسوي Restore مرة ثانية عن طريق الايتونز بعدين يستخدم Green Poison نرجع مرة ثانية نضغط ثلاث ثواني على Sleep بعدها راح يتغير Counter وتصير Continue Holding Sleep و Press Home Button نبدأ متين مع بعض لمدة تقريبا 10 ثواني بعدين نشيل إلنا من Sleep Button اللي هي اللي يطف الجهاز وتشغله ونظل ضغطين على Home Button تقريبا هم بعد ثمن إلى عشر ثواني والجهاز راح يطفي يشتغل ويطلعون كودات و Jail Break راح يصير بالتليفون بشاذي نكون خلصنا طريقة عن طريق الكمبيوتر نرجع ونشوف الطريقة بالتليفون شلون راح تكون شكرا 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 شكرا